السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم اعزائي الله بالصف الثالث الاعدادي ازيك يا شباب يا رب تكونوا جميعا بخير زي ما وعدناكم وبعض الناس طلبت مننا طلب فاحنا طبعا من قرشة اخر عليكم هنشرح مع بعض النهاردة زمن المضارع التام وده القواعد اللي موجودة في الواحدة الرابعة والخمسة زمن هو اصلا موجود في الواحدة الرابعة وموجود في الواحدة الخمسة فهنا في جزء فاحنا لمينا الجزءين دول ايه مع بعض في فيديو واحد بس يا رب يكون الفيديو مفيد ليكم نبدأ نقول بسم الله وهنبدأ يا شباب نشرح او القواعد الخاصة بالواحدة الكامل الرابعة هو درس سهل جدا اسمه زمن المضارع التاني كالعادة نبدأ الاول بالتكوين يا شباب بتكون من ثم تصريف ايه ثالث ثم تصريف ايه ثالث تصريف ثالث امتى مع الجمع مع اي او اي اسم جمع وامتى هاز مع المفرد مع هي وشي وات وبعضين مثل كده على الجمع يا شباب هقول كده اي هاف فوند بان انا لقيت قلم ادي كلمة اي واخدهاب وتصريف ايه ثالث جملة على المفرد هي زاكرت دي جد ادي كلمة شي مفرد وهاز بعدين تصريف ايه ثالث تاني كده المضارع التام بكون من هاب او هاز زائد تصريف ايه الثالث وانت عارف ان هاب مع الجمع وهاز مع ايه المفرد تعالى نشوفه عندنا كده النفي يا شباب طبعا في النفي عندنا بقول هافنت او هازنت وهافنت لا اختصار لأي عندنا هنا هافنت وهنا برضو ايه هازنت بدل هاف نوت هافنت وبردو تصريف تالت ونفس القاعدة هاف مع الجمع وهاز مع المفرد امثلة يا شبابين وي هافنت او وي هاف نوت يعني فنشد سطادينج انجليش يت والافضل نكتبها ايه مختصرة باستمرار وي هافنت فنشد لن ننتهي من دراستنا اللغة الانجليزية بعد او حتى الان تعالى نروح على تكوين السؤال في عندنا في اللغة الانجليزية يا شباب نوعين من الاسئلة يئما سؤال بكلمة هل اللي هو اسئلة اجابتها دايما بكلمة هل ومعناها ايه او اجابتها بكلمة ايه سنو ومعناها ايه هل او في عندنا النوع التاني اللي هو اسئلة بكلمات او ادوات ايه الاستفاة نشرح الاول السؤال بهل ازاي نكونه يتكون من هاف او هاز الاول ثم الفاعل وتصريف التالت يبقى هاف او هاز فاول سؤال معناهم ايه هل والاجابة عليهم بايه بايس او نو وبعدين فاعل ثم تصريف ايه تات زي كده عندنا يا شباب هل هي طبخت السمك يعني حتى الان ولا لا اقول له عندنا في الاجابة يس ش هاز ولو نفي يبقى نو شي هازن يبقى هاز شي كوكد فيش يت لم تطبخ السمك حتى الان يس ش هاز نو شي ايه هازن وعادي سؤال بهات هقول لك كده هل كالت طعام صيني برضو اللي جاء بيس او نو يس اي هاب نو اي هافن يبقى احنا عندنا السؤال به و هاز بعدين فاعل وتصريف التالت ده معناه ايه يا شباب عندنا هل يبقى احنا عندنا يا شباب هاف و هاز فاول السؤال معناهم ايه معناهم هل والاجابة عليهم بايه بيس او نو طبعا انت عاوز تكون سؤال بقى بو او بكلمة استفهام كل اللي هتعمله التكوين ده ده ما هو بس قبليه هنا ايه اداة استفهام او كلمة استفهام زي كده ادي كلمة استفهام اللي هو الو ايه يعني بعدين هاب او هاز فاعل مساعد وفاعل ثم تصريف ايه تالت زي المسال ده كده ماذا احضرت طبعا هنا ماينفعش نجاوب بيس و نو لازم اقول اجابة ايه كاملة زي كده عندنا يا شباب انا احضرت شنطة ايه جديد لو لاحظت حاجة مهمة جدا فيش اي تغيير في الفعل لان هو بالاجابة فيها هافة الاتنين وبالتالي انا بحتاج ايه تصريف تالت عشان كده الزمن ده سهل غير بقى كلمة دو و دا زوديد بيحول الفعل من المضارع او ازاو دول و اس وحول في الماضي خليه تصريف تاني لكن هنا سهلة جدا جدا كلمة هاف تنزل وتصريف تالي بتاعها ايه معا كمان مثال اين زهب علي هتقول لي هو راح المكان الفلاني زهب الى ايه باريس ولم يعود مرة تانية حتى الان يعني ازا عندنا اسئلة يا شباب في المضارع التام يقيم سؤال بكلمة هل واجبته بيس او نو يبدأ بهافو هاس او بادوات استفهام سهل جدا يا شباب لان دايما في السؤال وفي الاجابة في النفي هافو هاس وتصريف ايه تالت تعالي نروح على الاستخدام امتى في حياتنا نستخدم الزمن ده ودي اهم حاجة عندنا يا شباب لازم افهمها امتى استخدم المضارع التام اولا عندنا استخدام للتعبير عن حدث في الماضي بدون تحديد الوقت وهناخد كمان شوية كده الفرق ما بين الماضي البسيط والمضارع التام عشان كتير من الطلبة بيطلبطوا فيه ونشرحه في الدرس التالة والرابع ان شاء الله هنا عندنا المضارع التام اصلا معمول للتركيز على الحدث مش على وقت الحدث يبقى ده بيعبر عن ايه حدث تم في الماضي بس مش منقول وقته ما بقولش عندنا الساعة كزا يعني لان انا بركز على ايه على الحدث مش على توقيت الحدث بركز على الفعل مش امتى حصل الفعل زي كده الكاتب المفضل عندي كتب وقلف كتاب جديد انا مهتم بالحدث ده ان هو قلف كتاب جديد ما يهمنش امتى بس هو عمل ايه قلف كتاب جديد تاني عندنا استخدام يا شباب عندنا يستخدم المضارع التام لذكر عدد المرات يعني حصل كم مرة خد الجايزة كم مرة سافر كم مرة بستخدم المضارع التام هب او هاز وتصريف تالب زي عندنا كده بيتكلم على كم مرة شرب قهوة كسبة كم جايزة بيتكلم على ايه على مرات عدد مرات ايه حدوث الفعل هنا مش بحتاج برضو اقول اي توقيت انا بسكر ايه عدد المرات فقط تلت عندنا استخدمها الشباب عندنا حدث بدأ في الماضي وما زال مستمرا حتى الان زي سيادتك كده تعلم انجليزي يقول ابتائي وما زلت تعلم انجليزي حتى الان او انت عايش في المنزل ده وما زلت عايش فيه حتى الان زي المسال ده كده معناها ان انا لسه عايش في اسوان حتى الان زي بالزبط كده يا شباب حد اكل من شوية ودلوقتي حاس ان هو شبعين خلاص فالاكل حصل في الماضي بس اصر ان انا ايه شبعين زي بالزبط كده اللي تعلم لغة انجليزية من سنة قول ابتدائي واصره موجود لحد الوقت بيعنا فيقرأ ويتكلم ويسمع باللغة ايه الانجليزية زي المسال ده كده ادية متسخة ليه اصلا انا كنت بصلها العجلة من شوية بس ادية متسخة امتى دلوقتي بازن عندنا دي اهم استخدامات المضارع التام حدث في الماضي بدون تحديد وقته او ذكر عدد المرات او حدث في الماضي ومزان مستمر او حدث في الماضي له تأثير على ايه على الحاضر تعال عندنا يا شباب نشوف كلمات اللي بتدل على الزمن ده يعني ايه كلمات الدلة يعني كلمات لما شوها في الجملة اعرف ان الزمن ده اسمه او مضارع ايه التاني طبعا هنا يا شباب كلمة يعني حالا او توان يعني بالفعل والاتنين دول في الازدات وهنا نشرحهم كمان شوية برضو هنشرحهم معناها ابدا طبعا واضح ان هي في النفي وكلمة بتيجي فين في السؤال وكلمة برضو في النفي والسؤال معناها حتى الان طبعا سنس يعني المدت كل الكلمات دي هنشرحها ما كانها فين في الجملة واستخدماتها وايه حالات الاستثنائية اللي فيها تعال نشوف عندنا الاول الفرق بين كلمة كلمة بقلنا معناها حالا او توان طبعا كلمة يا شباب تستخدم في الجملة المثبتة يعني ما تكونش نفي ولا سؤال ما كانها فين بين الفعل المساعد اللي هو هاف او هاز والفعل ايه الاساسي اللي هو التصريف ايه التالت زي الامثالة دي كده يعني لقد انتهيته من واجري حالا توان مستخدمها امتى لما كن نتكلم عن حدث لسه خلصان حالا كلمة مكانها فين يا شباب ما بين الفعل المساعد والفعل ايه الاساسي كمان مسال يا شباب هي هاز جاست سينت ان ايميل هو لسه بعد حالا ايه ايميل برضو ما كانها فين في الاسباب ما بين الفعل المساعد هاز او هاف والتصريف التالت هلا نشوفها عندنا كلمة اوريدي كانت اوريدي معناها بالفعل او فعلا وبستخدمها لما يكون حد مسلا انطلب مني حاجة وانا عملتها بالفعل او انا انجزت شيء خلاص بالفعل طبعا ما كانها فيه برضو في الجملة المثبتة وبتيجي بين الفعل المساعد والفعل ايه الاساسي وممكن كمان تيجي اخر الجملة ده الفرق من ان ممكن تيجي زي بالزبط من الفعل المساعد والاساسي وممكن تيجي فين في اخر الجملة انا بصني المثال ده كده انا بالفعل خلصت وجبي زي ما بكل كده باباك بيقول لك اعمل وجبك تقول له ايه انا بالفعل خلصته قبل ما انت تطلب مني تبين فعال يتيجي باخر الكلام ايوة زي كده يا شباب. انا بالفعل خلصت ايه? واجبي. يبقى حالة سلسنائية لكلمة يا شباب انها ممكن تيجي فين في السؤال بس بشرط. زي ما قلنا يا شباب ان الكلمة ممكن تيجي فين في اخر السؤال بس بشرط. مش اي سؤال. السؤال بيعبر عن اندهاش وتعجب. زي بالزبط كده. اخوك بيعمل الواجب بتاعه فخلصه في خمس دقايق. فانت مندهش جدا. وتقول له عندنا كده. وانت فعلا خلصت واجبك. وتقول له انت ايه شاطر جدا. عشان تنجزه. وبقى السؤال ده غرض وايه يا شباب عندنا الاندهاش والتعجب. زي بالزبط كده. لما الام تخش المطبخ تعمل غدا فتخلص في خمس دقايق. فالأب يقول ايه? هل فعلا الام خلص طبيق? ده هي سريعة جدا فين في الطبيق دوت. يبقى ازا عندنا يا شباب كلمة يعني حالا او طوى يعني بالفعل والاتنين فين في الاسبات لها حالة خاصة. تيجي فين في اخر السؤال بس مش اي سؤال سؤال بيعبر عن الاندهاش والتعجب وفي الامتحان ده بيجيب لك جملة ملحقة كده بيها انها ممكن تيجي بمعنى ايه بمعنى اه التعجب زي هي كده الجملة دي ده انت شطر جدا او هي سريعة ايه جدا في الطهو يعني. كمان عندنا هنشوف كلمة يت يا شباب كلمة يت عندنا معناها حتى الان والهي عندنا كم استخدام اتنين الاولة هو تأتي في اخر السؤال. تستخدم في اخر ايه السؤال? السؤال طبعا بهاب او هاز. زي لم تنتهي من وجبك حتى الان? طبعا السؤال ده جلت بيس ونو. ممكن كده. هاز عالي لم ينتهي عالي من تصلح سيارته حتى ايه? الان يبقى كلمة يت فين? في اخر السؤال. خلي بالك سؤال عادي جدا مش تعجب. لو تعجب كان هيجيب لك كده جملة هنا ملحقة في الاخر ليدل على التعجب. حطة لكن سؤال عادي جدا بهاب او هاز اخرو كلمة ايه على الشباب يت. كمان كلمة يت ممكن تيجي فين في اخر الجملة المنفية. واضحة جدا كلمة يت. يا ام في السؤال يبقى في النفي وما كانها سابت في اخر الجملة. في اخر ايه الجملة? زي عندنا كده لم انتهي من وجيبي حتى الان. او كده لم ينتهي من اصلاح سيارته حتى ايه? الان. تعال لبعد كده يا شباب نشوفه عندنا الفرق بين كلمة و ايه? هنا يا شباب هنشوف الفرق بين كلمة تعالي تعال نبص كده كلمة تيجي دايما في تكوين السؤال بيس وايه ونو. يقول لك عندنا هو يستخدم مع المضارعة التام عند سؤال بكلمة ايه هل? بمعنى من قبل او فيما صدق. السؤال عن ايه? حاجة حصلت لك قبل كده خبرة ايه? صادق. تب شكل السؤال ازاي مستر? نفس الكلام هو هاف او هاز ثم الفاعل وهنزود بس كلمة قبل التصريف التالت. هاف او هاز والفاعل وبعدين وتصريف ايه? تالت. زي عندنا كده المسال ده هل عمرك قبل كده رحت السحرة? فانت بتجوا في السؤال ده عشان هو بهل? هقول له ايه? ييس او ايه? يس ايهاف او ايهافن. يبقى كلمة معناها من قبل او فيما مضى او فيما صبق. بسألك عن حاجة حصلت لك قبل كده حتى لو مرة واحدة اقول لك عمرك سافرت بالطيارة عمرك اه عملت بالصحرة كلمة عمرك دي لكن ايه? عندنا يا شباب تعالي نشوف عندنا كلمة تجي فين في الجمل المنفية يعني الجمل ايه المنفية. ورضو ما كانها فين? قبل التصريف التالت اهو تستخدم مع المضارع التام عند النفي. بقيت معناها بقى ايه? مفيش خبرة حصلت لي عمرها ما حصلت لي قبل كده. زي عندنا كده. ببدأ بالفاعل وهاف وهاز وتصريف تالت قاعد عندنا ان او قبل التصريف تالت في السؤال و فين في النفي. زي المسال ده كده. طبعا هنا دي على طول عشان تصريف تالت. يبقى عمره مناكب جمل ولا عمره قبل كده شاف البحر. دي معناها ابدا يا شباب وعمتها ما حصلت له قبل كده. في السؤال في النفي. في السؤال في النفي. والتنين ما كان هم فين? قبل التصريف التالت. تعالي نشوف يا شباب الفرق من كلمة سنس وايه وفور. طبعا انت عارف من سنة قولة عدادة وتانية عدادة ان معناها اللي مدت وسنس معناها منزو. تعالي بقى نشوف الفرق فين في الاستخدام. قدي كلمة ومعناها المدت وبيجي بعديها مدة اللي استغرقها حدوث الفعل. يعني الفعل ده اخد مدة قد ايه في الحدوث. تب الجملة عاملة زي نستر يبقى فيها عندنا فاعل وبعد نهاف وهاز وتصريف ثالت ثم فور والمدة قد ايه. وعنزك انا امثلة على كلمة المدة زي كده يا شباب عندنا. فور مسلا وعن الرقم وديز. فور. فور مانس. فور توي ييرز. فور لونج. لوحدها كده فور لونج تنفع. وفور فايف اوارز. فور لونج تايم. وممكن شورت تايم. فور ان اوار. لو لو حزتوا كلهم مدة كاملة لكن مش عايفين بدايتها وانا نهيتها. بقولك عندنا تلاتيان. انا قادر اقول لكم قد ايه? لكن مادرش اقول لك بدو امتى? خلصوا امتى. طول ما هو بيقول لك المدة قد ايه? يبقى انت محتاج كلمة ايه? كلمة فور. كلمة ايه شباب عندنا? فور. هنا برضو في تريك صغيرة. مش يا شباب لا. لازم ذا. وهكذا. امثلة هي انا عايش هنا بقى لي تلاتتاشر سنة. معنى الجملة دي انه ما زال يعيش في نفس المكان. ودي فور بعدها ايه? مدة كاملة. بس معرفش اولهم فين وراء اخرهم فين. انا عرف هم قد ايه? طول ما بيقول لك المدة قد ايه كده بالزبط? حط كلمة ايه فوق. ده حد تانية عندنا يا شباب كلمة سنس. وبعناها ايه? منذو. بيجي بعدها نقطة في الزمن. بداية الحدث امتى? لك عندنا يأتي بعدها تعبير دول على ايه? البداية. يبقى فور مدة كاملة. وسنس بعدها بداية المدة بس. تاريخ محدد يعني. زي عندنا طبعا الجملة هيت برضو نفس الكلام. الفنق بس من فورو سنس. ان فورو بعديها مدة. وهنا ايه? البداية. امثلة بقى على البداية يا شباب زي كده. يقول لك سنة محددة. او يقول لك مسلا سينس ماي. سينس صنديل. ايام والشهور. او سينس لاست ويك. مرزا لا. لازم ايه? لاست ويك على طول. او لاست يير. سينس يستردي. او سينس زين. زين يعني وقتها من حينها يعني منذ هذا الحين. لك علي سينس منذ وقت. وقت دوت يعني. وممكن يجي كمان بعدها جملة كاملة. ماضي بسيط. جملة كاملة ماضي بسيط. معنى الكلام ده ايه? ينفع طرب الزمنين. اللي قبليها مضرع تام. واللي بعديها. ماضي بسيط. يقول لك علي سينسي وانت ابروت. ما شفتش علي منذ ان سافر بالخارج. يبقى ازا بعد ها? مدة كاملة. بعد بدايات المدة. تاريخ محدد. زي المثال ده كده. هنا بيقول لك تلات عشر سنة. هنا قال لك بقى بداية المعاشة امتى? الفين وكام وتمني. هاي اللي سهل جدا يا شباب. يعني لمدة وبعدها مدة كاملة. معناها منذ وبعدها بداية الحدث. تاريخ محدد. نقطة في الزمن يعني. اخر حاجة يا شباب ملحوظة مهمة جدا جدا. في عندنا تعابيرين مهمين جدا. اللي هو عندنا بنتو وجنتو. لو قال لك في الامتحان او في اي جملة قدامك. هاس بنتو او هاب بنتو. بعدها مكان. وقال لك هاس جنتو بعدها مكان. هاب بنتو ده راح ورجع. لك عندنا اي هاب بنتو باريس. يبقى انا كنت بباريس ورجعت وبتكلم معك حلال ان الوقتي. اما لو قال لك هاس جنتو باريس ده هو لسه فين زهب ولم يععد بعد لسه بباريس. عشان اللي نوجت لك في قطعة تبقى عارف. ان بنتو ديك معناها زهب وعاية. بيتكلم معك دلوقتي. بيحكي لك عن اللي هو كان شايفه هناك. اما هاس جنتو دي يا شباب عندنا ده راحوا لسه فين في المكان ده. وقال لك كده علي هاس بنتو مثلا اليكزاندري ده علي راحوا ايه ورجع. اما علي هاس جنتو امريكا او هاس جنتو اليكزاندري هو لسه فين في اسكندرية حتى الان. يبقى هاس بنتو راحوا ورجع هاس جنتو ها لم يعد حتى الان. تعالنا نشوف امثلة كده على هاس بنتو وهاس جنتو يا شباب. انا رحت باريس كزا مرة تلات مرته هوت ونفسه روح تانية ده راحوا ايه ورجع. اما الجملة التانية احمد هاس جنتو زكلاب احمد في النادي لسه. ممكن ترحقق فين هناك هو لسه مرجع. يبقى عندنا راح ورجع هاس جنتو ما زال هناك. ده اول جزء عندنا يا شباب في الجرامر الخاص بالواحدة الرابعة. الجزء التاني اللي موجود في الدرس التالت وايه والرابع بيتكلم على الفرق ما بين المضارع التام والماضي البسيط. تعالنا شو ما بعض يا شباب. ادي عندنا المضارع التام وهنا الماضي البسيط. الفرق بينهم في الاستخدام مهم جدا يا شباب. نبدأ كده جملة بجملة. اول حاجة الماضي البسيط بيعبر عن ايه? حدث تم في وقت محدد. مهم جدا موضوع ايه? وقت محدد في الماضي. زي المسال ده كده. دي في الماضي. والدرجة تاريخة هو. وقت محدد. الماضي البسيط اصلا بيهتم بالايه? بالتوقيت. مش الفعل بس. ده عايز ايه? توقيت دايما. اما المضارع التام حدث بس ايه غير معروف وقته في الماضي. مش عايز انا ايه بقى? تحديد الوقت في المضارع التام. انا بنكز على الحدث مش الايه? التوقيت. ماضي البسيط عايز وقت. النورة التام مش عايز وقت زي كده. وانا بنكز على الحدث مش على التوقيت. يبقى الفعل بينهم في الاول كده. الماضي البسيط مع توقيت زي. وهنا المضارع التام مش عاود اصلا التوقيت. ده عايز ايه? الحدث بس. تاني عندنا فرق. حدث تم في وقت وانتهى. حاجة حصلت من خلصة خلاص. زي كده بالزبط. انا تلقيت تلات اميلات الاتنين اللي فات. خلاص. الاتنين عدى واستلمت خلاص عجل دو كلها. لكن عندنا هنا حدث تم في وقت ولم ينتهي بعد. ان ممكن ايه? اكمل. زي كده عندنا يا شباب. انا استلمت تلات اميلات النهاردة ولسه اليوم مخلصه ممكن استلمت اربعة وخمسة وستة. هنا حدد لي بالزبط لاست من دي. فقفل الدنيا خلاص. النهاردة الخميس وهو هستلم من الاتنين اللي فات. فالحدث ده اصلا خلص خلاص. لكن ده لسه النهاردة ايه شغال معاين. بعد كده حدث بدأ وانتهى ايه? في الماضي. حدث بدأ وانتهى فين في الماضي زي كده. انا تعلمت السواء. خالد هو اللي علمني. اما النحية التانية حدث تم في الماضي بس له اثر على الحاضر زي ما قلنا من شواء اللي كان بيصلح على عجلة وقديمه التسخة. دعنا نشوف المسال ده كده. انا تعلمت السواء مسلا من سنتين ثلاثة. دبوا ايه الاصر الحاضر للوقتي? ايه كار. هنا حدث خلاص خلص خلاص. وذكرت لك مين اللي كان بيعلمني انتهى. هنا بقى باتكلم على ايه? نتيجة اللي انا تعلمت انا بعرف لحد دلوقتي اسوق ايه? اسوق السيارة. تعال نشوف الفرق الرابع يا شباب عندنا. حدث غير قابل للتكرار او التعديل. حدث خلاص خلص في الماضي وانتهى مش ينفع نعدل فيه. زي ما اقول لك كده يا شباب نجيب محفوز نجيب محفوز كتب رواياتنا يجيح دينا جدا. هل ممكن نجيب محفوز ده يعدل في روايات او يكتل تانية ده هو خلاص ايه توفي. اما النحية التانية حدث قابل للتكرار او التعديل. زي ما اقول لك كده محمد صلاح يحرز اهداف او جاب خمسين هدف ومكمل. محمد صلاح اللي هو الدور ايه? الانجليزي خلي بالك محمد صلاح لسه بيلعب في الدور الانجليزي وممكن يزود تسعين بقو مية ومية وخمسين وهكذا. ده حدث قابل للتكرار وايه? والتعديل. بعد كده عندنا يا شباب حدث او حالة لم تعود موجودة. ده الماضي البسيط يعبر عن شيء خلاص مش موجود اساسا زي كده بالزبط. بس دلوقتي معنا الجملة دي ان انا مش عايش في اسوان خلاص. انتهى الموضوع ده. اما النحاة التانية حالة ما زالت موجودة. ده عندنا كده معناها ان انا عايش في اسوان من الفين واثنين وما زلت اعيش في اسوان حتى ايه الان. لو انت لاحظت كده يا شباب الفكرة العامة. الماضي البسيط ده بالكلمة حاجة انتهت. ماضي وخلص. ماضي وايه خلص. اما الموضوع التام دايما متعلق بالايه? بالحاضر. حصل في الماضي ايه نعم بس ليه دايما اثر على ايه الحاضر او متعلق بوزء فين في الحاضر. كده يا شباب ده الجرامر الخاص بالوحدة الرابعة ايه كاملة. وبعد يا شباب ما خلصنا شرح الجرامر نروح بقى الى صباحة كان متين وحداشر فيها تدريب على اسفلات الجرامر. هنية. طبعا هنية مفرم ناخدش هاف تاخد ايه? هاز. سوري يا شباب. اخد كلمة ايه عندنا? هاز. طبعا بعد هافن تصريف تالتي بقى ايه تن. هاف يو افر بي تو فوتبول ماتش بعد هاف على بتصريف تالتي بقى هاف يو افر ايه بين تو او بين تو. هاز لينا افر سي زاد فيلم? طبعا هاز بعد تصريف تالتي بقى السين. طبعا سهل جدا التكوين يا شباب. خمسين سنة. دي مدة كاملة زي ما قلنا? يعني مش ينفع واني. بس صحة عندنا لمدة خمسين سنة. هاف يو ايه يا شباب عندنا? تصريف ايه تالت. اول ما تلاقي جملة ماضي بسيط كده اعرف ما فيش ايه في كلمة ايه سنس. نمبر ايت. ايه هافن سين رامي. the last time we wear as a club. خلي بالك في خدعة هنا عشان طلبة كتير بيقول لك فور صحة. اقول له لأ عشان جاء بعديها ماضي ايه? بسيط. يبقى الصحة عندنا يا شباب كلمة ايه سنس. ايه هاف ايفر بليد يبتكي في السؤال بس. بيبقى الجملة ما تنفعش. يبقى الصحة عندنا عمري ما عزفت آلة موسيقية يبقى نيفر. نكلم عن خبرة. بس حاجة عمرك ما عملتها قبل كده. طبعا قلنا الكلمة بتاعتهم ايه شباب عندنا? فور. مايك كازنز هاف لفد ام منصورة سنس سكس مونس. نبنديك مدة كاملة. يبقى المدة ستشهور يبقى فور سكس مونس. طبعا يا شباب بعد هاز تصريف تالت. والتصريف التالت من كلمة بي كلمة ايه? يعني. نمبر ثرتين. طبعا قلنا قاعدة. يمكن ان يأتي بعدها. ماضي بسيط. تصريف تاني. ما مش باي. اسمها ايه عندنا يا شباب? ده تاريخ محدد. والتواريخ المحدد تاخد ايه عندنا يا شباب كلمة بعد هاز تصريف تالت. تصريف التالت بتاع كلمة هاف اللي هو معناها عنده يعني اسمها ايه هاد. هادك يعني اصدع. طبعا ده تكوين السؤال مفوش في كلمة ايه خلاص سهلة دي جدا ابر. ابر في السؤال في النفي. جملة مهمة وقلنا في الملحوظات يا شباب عندنا. لو هو راح المكان ولسه هناك يبقى جنته. رجع منه يبقى بنته. هنا بقولك هو لسه هناك. لسه في النادي. يبقى وانت مغمى تقول ايه يا شباب. طبعا بعد هاف وهات تصريف تالت يبقى هما مش معهم فلوس خالص. زي هاف ايفر بستد زي ايجبشان ميوزان بفور. اتفقنا ان كلمة ايفر في السؤال. طب هنا بقى جملة نفي. يبقى زي هاف يا شباب نيفر عمرهم ما زاروا المتحف المصري من قبل. ادي كلمة سينس. يبقى بعديها ماضي بسيط. وقابليها مضارع تام. تصريف تالت. يبقى اول هاف عشان فاي تاخد هاف. والتصريف التلاتة عكبات هاف دي ايه? هاد. يبقى ان قد تمتلك دراجة منزو ان كان عمري اتناشر ايه اتناشر سنة.